في جنوب السودان التقى وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة جوبا الرئيس سالفاكير في إطار الجولة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان شهد لقاء قيم شكري بتسليم رسالة من سيد رئيس عبد الفتح السيسي تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور الهام لدول جوار السودان في المساعدة في حل حالة الأزمة الراهنة كما استعرض شكري الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر منذ بداية الأزمة مشيرا إلى استقبال مصر أكثر من ستين ألفا من أبناء الشعب السوداني شقيق منذ بداية النزاع ومن جانبه ثمن رئيس جنوب السودان الدور الهام والقيادي الذي تطلع به مصر لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة وسلامة السودان وشعبه الشقيق ترجمة نانسي قنقر